قلق شديد فرضه مجلس النواب بعد القراءة الأولى لقانون جرائم المعلوماتية والذي يحد من حرية التعبير ويكرس سياسة تكبيم الأفواه كما يراه نشطاء وصحفيون لم يقتصر القلق على داخل العراق بل تجاوزه إلى منظمات دولية عديدة اعتبرت أن حقوق الإنسان في العراق تمر بمرحلة سيئة جدا منظمة سكايلان الدولية أكدت وجود بعض البنود الفطفاضة في مشروع القانون والتي يمكن أن تشكل مدخلا لإسكاة الأصوات المعارضة وإبقاء صوت واحد هو المؤيد للحكومة المنظمة المعنية بشؤون الحقوق العامة وحرية الصحفيين والتي تتخذ من استوكهول مقر لها أوضحت أن مشروع القانون يشكل تهديدا حقيقيا للمواطنين وليس للمعارضين فقط ويفتح إمكانية استخدام القوانين الفطفاضة لمحاكمتهم وملاحقتهم بسبب مواقفهم وأرائهم الخاصة المنظمة أكدت أن القانون الجديد يمكن أن يحاكم الصحفيين أو المدونين وحتى المواطنين بالسجن المؤبد إذا ما تعرضت آراءهم مع سياسة الدولة وهو أمر مخالف لجميع القوانين المحلية والدولية ووفق نص القانون المقترح فإنه يمكن الحكم على أي شخص بالسجن المؤبد وغرامة مالية تصل إلى ما بين 25 إلى 50 مليون دينار إراقي للمشمولين ببعض بنود القانون وهما يشكل مخالفة واضحة لمثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدني والسياسية بل وحتى للشعار الحري والديمقراطية الذي غزت أمريكا بذريعته إراق الحضارات وجاءت بالذين يسبحون في فلكها من حكامي وسياسي المنطقة الخضراء كانت منظمة هيومر رايس ووج قد أكدت في تقريرها السنوي الأخير عن الإراق أن انتهاكات حقوق الإنسان مثل التعرض لحرية التجمع والتعبير مستمر على قدم وساق وأرادت المنظمة العديد من الشواهد التي تدل على سياسة تكميم الأفواه والحد من حرية التعبير وشملت الإجراءات الحكومية اعتقال العشرات من الصحفين والناشطين فضلا عن عمليات التصفية الجسدية التي تعرض لها هؤلاء دون محاولة التوصل إلى الجهات المنفذة وهي دائما ميليشيات الأحزاب الحكومية لأتي القانون الجديد الذي يعتزم وجلس النواب إقراره ليزيد من هذه القيود والإجراءات تحت شعارات حماية الأمن والوحدة الوطنية وهي في حقيقتها محاولات لإسكات أي صوت يحاول أن يكشف ولو جزءا من الواقع الكارثي الذي يعيشه العراقي لليوم ترجمة نانسي قنقر